موسيقى وارجعت لكم تاني مع فيديو جديد عن الالوان والمرة دي هنتكلم عن الالوان الباستل الباستل بنسلز وهنجرب نوع جديد انا لسه شريه اسمه سكن تنت المركة مونت مارت سيطلع حلو ام لا وهو مكتوب عليه سكن تنت ومفروض ان هو درجات الوان البشرة يعني ينفع لأي بورتري وانا شايفة ان هو جامع بين كل درجات البشرة اللي ممكن نستعملها سامرة او فيدة او ظلال او درجات احمر درجات بنيات يلا بنا نجرب الخامة بتاعت الالوان تحب جدا الالوان شكلها فخ ماوي المفروض ان هي مش الوان نفخيصه يعني هي كتبت خلطمية او حاجة في المكتبة اعتقد ان هذا القلم شكله ادخل من القلم التفينة العادية او فعلا ما بتدخلش في البرية بتاعت القلم التفينة نبقى تشوف لها برية بعدين انا معجبة بصراحة بالقلم شكلها شكلها بوخمة قوي انظروا درجات الالوان يعني اي درجة ممكن نحتاجها في البرية من الفاتح للغامق وفيه حاجات مدية على مزرق وفيه حاجات مدية على مخدر وفيه حاجات الاسود فيه درجتين الدرجة الاسود قوي والدرجة اللي هي رمودي شوية على بني بصراحة درجات حلوة عايزين نجرب دي العلبة اللي كانت عندي قبل كده دي بس يعني ما كانش فيها درجات البريت او درجات الجلد فا اعتقد ان الكنتنز هتبقى منتازة في البريت دي برضو كانت علبة عندي قبل كده اللي هي بس الشبه لتبشير شوية بس آآ طبعا آآ غير الاقلام فالصا. هي آآ نعم وبتعمل بساحات بس التفاصيل وكده هتلاقوا آآ لا الاقلام احسن طبعا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نجرب هل بسميتها طريقة وحلوة نرجو نسياحها بالون تاني كده عليها درجة تدخل في بعضها هي ما بيزحي قوي بالصبع لنا نجرب على أنا هجرب معك وعلى آآ ابيض نعم عيني هنشوف كده مظهر الالوان ايه وروق. سهلة في الاستخدام على الورق الناعم ده. وبعد كده هنجربها على الورق آآ آآ تنسوا لما لوانها. طيب هي مش تحبه قوي او مش احسن حاجة على الورق الناعم ده. مش مدية آآ درجات كويسة. العلم بيتزخلق على الورقة والورقة مش بتمس في الفاستل. هنجرب على الورق اللي كانت سون الملون. اللون البوني بيبقى حلو مع كل البورتريهات المفروض. هنجرب كده ندي الدرجات فوق بعضها ونشوف هيبقى شكلها ايه. الورق ده احسن بتثير الباستل بيزبط عليه ولو الالم ما بيتزخلقش. جامد زي الورق الثاني. هن ممكن خطو طبقات فوق بعض. بيدخلوا في بعض حلو اوي. خيام بتاعت الباستل نفسها حلو اوي. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. هذه الألم خامتها متميزة وحاستها أحسن من فابور كاستر التي كانت عندي مش طاري قوي زي صوابع الفاستر اللي شبهت التبشير بس كمان مش ناشف قوي زي الخشب عملتها سايح بصوابعي زي ما شفته مش بيسيح قوي بس بقلم التنسيح ممتازي الألم اللي هو عمي زي كارتون ده الألوان الكورتي بتاعتها ممتازة يدخل في بعض بشكل طحفة مش بهتانة أنا أعتقد أن تجربة موفقة واتبسط جدا أن انا اشتريت الألوان دي يارب تكونوا استفدتوا حاجة معايا النهاردة ولو اعجبكم الفيديو تعملوني لايك وللسه مشترك شي اعملي سبسكرايب ومتنسوش تدوسوا على الزرار الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة شكرا للمشاهدة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة